كنت تكلمت لكم المرة اللي فاتت على هذا بلقم فوتو فاساج باش نروحوا للمواضع اللي راح ينتكلموا فيها كنت تكلمت لكم على هذا اللي ينتحل صيفة مواطن من البوليزاريو سواديسون يسمه أحمد كمال وقلت لكم باللي هو هذا نفسه هو الرائد كمال رائد رائد المخابرات العسكرية في كانة رائدة في مخابرات العسكرية في القطاع العملياتي بولاية تندوف واش كان يدير بهذه الكارطة قلت لكم بلين نروح معكم بشوية هذا قلت لكم نجيب عليكم بغيعيين ورن نجيكم الكليكة الأخرين والباقية الأخرين من ضباط وعقداء ومقدمين في المخابرات يعني دي كولونا ودي كوماندو يمتلكون جميعهم مثل هذه البطاقات ومنهم اللي يتلاقاوا الوفود تع الأمم المتحدة ويتكلموا معاهم أولاندو تع البولي زيرو باللي هما تعال البولي زيرو هما اللي يتكلموا بأساميهم وهما الحقيقة أنهم ضباط المخابرات يأتمرون بأوامر القيادة هذا بالذات هذا بالذات هذا بالذات هو اللي كان المنسق ما بين الجنرال توفيق اللي كان رئيس ضائرة الاستعلام والأمن ديراس عبلا وبين محمد عبدالعزيز الرئيس السابق الذي تم تصفيته من بعد كنت كلموا في طريقة تصفيته وإزاحته من الطريقة ميكانو في بمبطوش وجمعة بمبطوش في القيادة لجبهة البولي زاريو اللي هما يعينوا القيادة التحى ويعينوا القادة التحى وهم من يزيحون ويبلاسو هما اللي يحطوا البريزيدان هما اللي نحوهم بعد قد نجيب لكم لأس والحلي براسكم قد يشيب معي عبلا قلت لكم أنا كنت روحوا وتقعدوا وتهجموا في تليفزيون تعقبوا وتقعدوا عرهابي عرهابي فترقبوا مني ما لم ما تعرفوا بلي أنا كي نضي الشوك في رأسي وجربتوني وتعرفوا عقليتي كيف جربتوا كل ما تهجموا نزيدنوا لكم حلوف كبير قاع المهم هما اللي عينو هما اللي صفو وبنبطوش تأكد أن اللي غادي يكملوا معاك ويزيبوا لك واحد آخر من داخل شبهة البوليزيرو فهي نفس الجهة المهم كان هذا الرائد في المخابرات العسكرية هو الذي ينسق ما بين الجنرال توفيق كي كان رئيس دائرة الاستعلام والأمن وأن يجيبها لكم أنا من محمد عبد العزيز حتى حقكم البنبطوش حلقة مرة حلقة رقيكم بقع اللي دي طاي ولي رأيهم يتبعوا في جماعة البوليزيرو ورأيهم بقوة يتبعوا جماعة البوليزيرو فغادي تدعم عندي الرسمي كاين منكم اللي رأيهم في أعلى القيادة عارفين اشتاكين اشتاحهم وكاين منكم المبردعين ولي ما همش عارفين لازم يعرف الحقيقة بحقيقتها تقول مخزن ماشي مخزن فأنا الملفات اللي اجيبهم لكم من قلب 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 هذا العصابة من قلبها دي رأيك مهم فهذا الرائد اللي كان يلاستقبط لكم ما بين محمد مديين المدعو الجنيرال توفيق رئيس دائرة الاستعلام والأمن الأسبق وبين محمد عبد العزيز وهو اللي كان مستكلف بشؤون خديجة اللي هي زوجة محمد عبد العزيز كيفاش كان ينسق معاه وكيفاش كان ينقله في التعليمات لأن قيادة المخابرات تعبلة لا تثق أبدا في جبهة البولي زيرو ما تثقش فيها لذلك ويخافوا من أي تسجيلات أو أي حاجة لجنيرالهم السفاح توفيق الذي اغتال ربع مليون جزائري جزائريين ومرحمهم مش بديلوهم لي فريصاكم يا البولي زيرو جزائريين جزائريين ومرحمهم أطفال جزائريين ونكل بهم نساء جزائريات وحرقهم شيوخ جزائريين وحلهم من كروشهم وش بديلهم كل شي فلا هذا ليقتل شعبه ما غدش يجيك منها الخير ما نقولها لك من عند جزائري المهم عمرهم ما يثقوا فيهم وغد يتعرف بشتعرف بللي هذه المعلومات اللي رأني يقول لك فيهم بللي حقيقية لأنكم عارفينها اسمتني يا إبراهيم زابان بشتعرف بللي هذه المعلومات حقيقية وأنك أنتاك وتعرف وتعرف محمد عبدالعزيز المهم ما يثقوش فيهم وإن عدام الثقة نهائيا فكانوا يجعلون وسطاء وهذا الوسطاء اللي يتواصلوا معهم كانوا في ضباط في المخابرات وكبار ضباط أبدأها من الشاف ساكتار وللشاف سوست تأتي ندوف واروح جاي وكل واحد والمهام التأهل المكلفة منهم اللي يتواصل مباشرة مع رئيس البوليزيرو ومنهم من يتواصل مع قادة آخرين ما لا كان هو المسؤول بعض الأحيان يرسله هو يجيبه يجره ملوذن ويجيبه للسكتر الداخل في السكتر تأتي ندوف وثم يدي التعليمات الصادرة من القيادة للمخابرات الإرهابية يأخذ من تلما التعليمات ويأخذ من تلما واش تدير واش مديش واش لازم واش مالازمش والطرف الآخر كذلك من ثم عن طريقات الوسيط يطلب منه المستلزمات والعتاد وسلاح وغيرها والمؤونة والدراه من يخصهم وغيرها أبدا المخابرات الإرهابية لا تثقوا لا في البوليزيرو ولا في غير البوليزيرو بجديروها من يحفيه ريسانكم لأنهم عارفين هم باللي التجديد كيان مراحل وفي كل مرحلة يخدموا بواحد كما يخدموا بابل عزيز وبعدها يخدموا ببنبطوش وبعد ببنبطوش يكملوا مع ببنبطوش ويجيبوا طرف آخر عندما يكون واحد عنده كم كبير من المعلومات يكون عنده كم ويحس باللي استغول ويحس باللي رب الريش الخشين بارك الله في أخي مدني بعد نهضر عليها إن شاء الله يسيبوا رب الريش الخشين ويسيبوا باللي كي يشكل عليهم خطر فيقومون بي يبدأوا يهيئوا الأرضية لاستبداله بطرف آخر ويدلوا لفقو دي طاب آخر دافي ذا المسير الأصلي من طرف الجنرالات تاعة المخابرات الإرهابية ما اللخر ما اللخر دي من عندي من 75 إلى يوم يبعاثون إلى يوم يبعاثون الأخرين سيدي ماريونات دوما يحركونها من مركز بن عكنون وبن مسوس دوما بوبيات يحركوهم من مركز بن عكنون ومن مركز بن مسوس هذا الكماندون اللي وردت لكم السؤال هو اللي كان وبالمناسبة هذا كان كوماندون وخرج كولونا لأنه تم تحويله بعد مخدم 15 سنة في تيندوف في السكتور تأتي تيندوف طب 15 عام تم وتم تحويله إلى الجزائر العاصمة واستبدلوه بضابط آخر وبعد ذلك نتكلم عنه الدواء الالجي الالجي تتعلق ليطنو كولونا وبعدها أخرج روترات بقراد عقيد كولونا هذه النقطة الأولى هكذا باش تكونوا في الصورة وهكذا قلت لكم كل يوم اذهب معكم دوقة 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 انتم خلطوا فيها وانتم قلوا عير هاي في تلفزيون قلوا واش تحبو كما قال لك زاكرت جمان فو جمان فو جمان فو جمان فو قلوا واش تحب قلوا واش تحب ولكن حداك تكذب المعلومات الإيراني نسرب فيها لأن هذا اللي اني نتكلم عليه بالصور راه جاي ونخرج لك مكالمات راه جاي ونخرج لك فيديوهات لأن كما تعرف العقلية قلت لكم بل ما نتكلم بو ما عندي ولكن طريقة طويلة وراح ندو دوقة طريقة طويلة وراح ندو دوقة طويلة